نذهب إلى الإسكندرية وزارة الداخلية أهدت تروسيكل لعامل يعمل في جمع القمامة لمساعدته في الإنفاق على أسرته العامل اسمه حاتم محمد كان طلب من خلال لافت رفعها في منطقة المنتزة طالب بتروسيكل يعينه على متطلبات الحياة نتابع هذا التقرير وعلى صعيد دور وزارة الداخلية الإنسانية والاجتماعية للتخفيف عن كهل المواطنين فقد تفعل ضباط مدرية أمن الإسكندرية مع شكوى أحد المواطنين الذي رفع لافتة بمنطقة الرمل يشكو فيها من ضيق الحال واحتياجه إلى وسيلة يتكسب منها رزقه حيث بادروا بالتبرع بالمال لشراء تروسيكل خاص به وتم تسليمه إياه وإنهاء إجراءات التراخيص الخاصة به حتى يتمكن من البدء سريعا في عمله أقعدون واحترمون بتاع طبق أنت محتاج إيه؟ قلت لهم أنا مش محتاج أي حاجة أنا عايز حيث التروسيكل إن شاء الله يكون بالقس راحوا جايبوني وبنجانا وبحثوا جابوا لي سندوتشات الجزمة كانت معطولة ماذا هم الاشتري للجزمة روحت الإسم النهاردة عشان أجي جاب لي المنطرون جاب لي ديه وجاب لي الأميص ده كله ست المأمور بصراحة ربنا وقال لهم فطروا قبل ما تتخرجوا يعني أنا بقول لك كله ده أنا حسن في حلم والله العظيمة حسن في حية